تغيير سياسي عالمي وأقليمي قادم لا محالة والتسعين يوما القادمة هي الأخطر على العراق والمنطقة وروسيا تدخل على خط الأزمة لتدعم حكومة عراقية ضعيفة لكنها تحظى بمقبولية شعبية والصين تحذر لا نستطيع العمل داخل العراق مع وجود فصائل كثيرة وتزامنا مع بدء التظاهرات الشعبية في إيران البنتاجون يرسل فريقه إلى العراق لرسم الخطوات القادمة وفرنسا بدأت بتحركاتها الأولى من أجل تحريك الجبهات بين التيار الصدري والإطار التنسيقية والعمليات المشتركة في العراق تؤكد استعدادها لأي إطار والمسؤول العام لقوات سرايا السلام التابعة لزعيم التيار الصدري بالعراق مقتد الصدر إن السرايا على السعداد تام لحسم أي أمر طارئ وبسرعة فائقة إن سرايا السلام مؤسسة عسكرية مجهزة بأعلى المستويات العسكرية والعقائدية تؤتمر بأمر الصدر القائد ولها طاعة مبصرة لا نظير لها وأوضح أن هذا الكم الهائل من مجاهدية على تم الاستعداد للدفاع عن الوطن والعقيدة وهي مستعدة لحسم أي أمر طارئ وبسرعة فائقة وجاءت التصليحات بعد ساعات من تغريدة للصدر تضمنت تهديدا مبطنا بتحريك الشارع مجددا وذلك مع توجه القوى السياسية نحو تشكيل حكومة أولا ثم إجراء انتخابات وهو ما يعد خذلانا للصدر الذي كان يريد انتخابات مبكرة ثم تشكيل الحكومة ترجمة نانسي قنقر